بحضراتكم من جديد عزيزي المشاهدين والمتابعين دايما مسك الختام بطولة أفريقيا الهندبول اللي بتنظمها مصر المباراة التي قيمت بالأمس مصر وفوز كبير على المغرب الشقيق 36-21 والجزائر فوز بصعوب على الجابون 25-23 أنجولا فوز بصعوب على الكونغة الديمقراطية 32-21 تونس فوز على الرأس الأخضر 30-24 السنغال 47-23 على زنبيا بكده هتكون مباراة الدور ربع النهائي كالتالي غنية مع المغرب إن شاء الله يوم الجمعة الساعة 12 الظهر تونس مع الكونغو ساعة 3 العصر أنجولا مع الرأس الأخضر الساعة 5 ونصر ومسك الختام هيكون مصر مع الجزائر الساعة 8 مساء في حالة فوز مصر على الجزائر هتواجه الفائز من تونس مع الكونغو الديمقراطية في نصف النهائي أنا مش عارف أنا كنت يعني متخيل أنه تونس ومصر المفروض الدنيا هتمشي معهم في المباراة لحد المباراة ما عرفش موقف القرع إيه بفكرك بالناس ترتيب المجموعات وباسعد أول وتاني المجموعة الأولى كانت كل المجموعة الثلاثة مع هذا المجموعة الرابعة مصر صعدت ومعها المغرب في المركز الثاني المجموعة الثانية غينية صعدت ومعها الجزائر في المركز الثاني المجموعة الثالثة تونس صعدت ومعها الرأس الأخضر في المركز الثاني والمجموعة الرابعة أنجولا صعدت ومعها الكونغو الديمقراطية في المركز الثاني البطولة بدأت تحلو كمان الجماهير بدأت تزداد شوية لانه كنا من البداية نبهنا قلنا يا جماعة العدد او الرقم كبير شوية 150 جنيه على الهندبول يا جماعة صعب شوية حتى لو بتفرجوا على كام ماتش في اليوم اللجنة المنظمة خفضت الى 75 جنيه انا اتمنى انها تتخفض الى 50 اتمنى يعني اذا كان في الامكان يبقى افضل يعني لكنه ننتظر ونرى ايه اللي هيحصل خلال الفترة القادمة لكن هناك تواجد جماهيري واعتقد انه مباراة الجزائر حتشهد يعني تواجد افضل وتواجد اكبر بقى لانه الناس كتب طبعا ضمنا ان احنا في الدور الاولاني ما عندناش مشكلة في موضوع التأهل والصعود الميزة في هذه البطولة كمان انه المدرب بروندو بيدي الفرص للحراس التلاتة سواء كريم هنداوي او محمد علي او الطيار عصام الطيار يعني عاملين شغل كويس ما شاء الله والفرقة المستوى والنسق بيرتفع يوم بعد يوم لعيبة طبعا عندها شعور بالزنب من خسارة مديلية البحر المتوسط لانها مديلية كانت في المتناول نوعية الجمهور كمان جميلة ما شاء الله وممتازة ووجودهم الحياة مشرف جدا وهم مصممين كمان الجمهور انها تتوج مصر بهذه البطولة خلي بالك البطولة دي كمان يعني متوقف عليها كاس العالم لانه احنا في كاس العالم المفروض ان شاء الله باذن الله مجموعتنا هتكون اسهل في حالة صعود ما في المركز الاول ده مهم جدا لو في المركز الاول هيكون معانا مجموعة سهلة فيها كرواتيا هفتكر لك بقية المجموعات لكن لو خدنا تاني افرقها هيكون معانا السويد وهيكون معانا البرازيل وهيكون معانا اورجوي فبالتالي من الافضل ان احنا نصعد في صدارة البطولة ان نبقى الاول في البطولة عشان يبقى عندنا ان شاء الله فرص كبيرة ان احنا ان شاء الله باذن الله يعني يبقى مجموعتنا في كاس العالم نحن دلوقتي بنبحث عن مديليا في كاس العالم بنبحث عن مركز احنا نكون في المربع الدهبي اولا ثم الفوز بمديليا لانه ده منتخب مشرف بصرف النظر عن كبوة يعني البحر المتوسط لكن ده منتخب مشرف جدا منتخب تم اعداده على افضل مستوى ومنتخب كمان الحقيقة به عدد كبير جدا من اللعبين المحترفين الممتزين اللي هما الحقيقة يعني لهم دور كبير جدا في كرة اليد في مصر با عندنا اسماء عظيمة جدا دايما زي ما قلت لكم الختام بيبقى مع الهندبور كل التمنيات بالتوفيق اشتركوا في القناة